الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم في قناتي من جديد اليوم الحمد لله قلت عمل كيكة وعن طريق التجربة ولكن طلعت النتيجة ممتازة جدا ولكن للأسف ما صورت هاش هلأ قلت لكم كيف عملت هاي الطريقة بالتفصيل لو حبيتوا عملكوا هيها فيديو ارجاء وضع لايك وكومنتات حتى اعملكم بيها بالتفصيل العملي بس لأيت انا هورجيكم الطريقة نظريا يعني هاي الكيكة شايفينها هي عبارة عن كيكة شوكولاتة مرتفعة شايفين ارتفاعها ما شاء الله وبعدين هاي الطبقة الفقانية شايفين ما شاء الله ناشرة ومحمصة وجميلة جدا وهذه الأصفر عبارة عن طريقة تحبي طريقة الكيكة هي الشوكولاتة الطريقة العادية جدا ليه اثنين كوب طحين كوب حليب او ماء ايضا اه ايضا اه 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 او وضع الشوكولاتة بتعملها كوب ونص اه طحين اه نص كوب اه شوكولاتة الثلاث بيضات كوب سكر او حسب الرغبة نص كوب زيت او شي طبعا بتضربي البيض الثلاث بيضات مع بعض مع نص كوب مع الكوب السكر حديث ما يندمج الخليط مع بعض بعضا بتضيفي الزيت وبتضربيه مع بعض حديث ما يندمج الخليط بعضا بتضيفي الحليب وتضربيه مظبوط حد ما يندمج الخليط الطحين كوب ونص طحين مع نص كوب الشوكولاتة بتضيفي عليها مع لقتين بيكن باودر ورشة ملح وبتنخليهم بعدين بصير تضيفيي الخليط السائل اللي انت عملتيه بالأول مع الخليط الثاني للطحين بتدريج حتى يندمج الخليط مع بعض بتجيبي الصينية وتدهنيها بالزبدة وورقة الزبدة وتضعي الخليط فوقها الطبقة الصفرة هادي بتجيبي حليب وبتحطي معه سكر ومعلقتين نشا وفانيلا لكل كوب حليب بتحطي لها معلقة كبيرة نشا عملتكو اتنين كوب حليب بتحطي لها اتنين كوب اتنين كوب حليب سكر حسب الرغبة فانيلا ونشا اتنين معلقتين نشا وتضربيه على النار حديث ما يندمج الخليط الفانيلا بتضعيها بالآخر عشان ما تمررش بعدين بتجيبي الخليط الذي انت وضعتيه تضعيه فوق الخليط الكاكي اللي انت حططيها بالصينية بتضعيه هادي بتفلدي الخليط البودينج فوق خليط الكاكي انت بتكون المحميه الفرن قبل ذلك 350 درجة بعدين تضعيه هادي الكاكي الجميلة جدا لمدة من 30 دقيقة ل40 دقيقة بعدين بتفتحي الفرن وتتأكد اني نشفت بتطفي الفرن وبتتركي الكاكي جوه الفرن 10 دقائق ما فتح باب الفرن وبعد ذلك بتطلعيها من الفرن وتحطيها برا حتى تبرد نهائيا وبتطلعيه من صنية الفرن وبطبعيه بهذا الصحين لو حبيت اعملكم بطريقة عملية ارجاء وضع لايك واشتراكات وكمد وشكرا جزيلا على هادي المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر